موسيقى موسيقى أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بهذا الشهر طبعا نحتفد بعيد الميلاد ميلاد ربنا يسوع المسيح هذا الشهر منحتفل في التقويم الغربي وطبعا في يناير منحتفل في التقويم الشرقي على أي حال ولادة يسوع المسيح ولادة فريدة متميزة عجيبة ليس أن فقط المسيح قسم التاريخ إلى قسمين ما قبل الميلاد وما بعد الميلاد ولكن شخص المسيح المتميز الفريد الكامل كل ما هو يتعلق في يسوع المسيح فعلا شيء متميز وكامل ولكن من مهد المسيحية من بداية المسيح شن الشيطان هجوم شرس عنيف حرب ضارية وضروس ضد هوية وشخصية يسوع المسيح من البداية حتى لما هيرودوس الملك سمع عن الطفل المولود ملك اليهود طلب من المجوس اللي جاءوا من المشرق أنه يخبروا عن مكان الولادي وطبعا كان بخداع قال حتى آتي وأسجد له ولما أدرك أنه المجوس غيروا مصارهم وأنه فعلا يعني ما تمش اللي كان مفكر فيه القضاء على الملك من البداية الرب في حلم ظهر ليوسف وذهبت العائلة المقدسة إلى مصر وفي هذه الفترة أحبائي قتل هيرودوس كل أطفال بيت لحم والقرى أو المحيطة المجاورة حاول بيت لحم وكان فيه صراخ وبكاء عظيم جدا فحاول القضاء على المخلص عيد الميلاد هو عيد الخلاص عيد السلام عيد البهجة عيد الفرح عيد المصالحة عيد فعلا اللي الناس تتأمل فيه وبهذه الفترة بما فعلوا ربنا من خلال يسوع المسيح هذا الهجوم الكاسح رغم كل المحاولات ضد المسيحية ولكن المسيحية ثابتة وراسخة وصامدة لأنه بكل بساطة المسيحية هي من المسيح وأنه المسيحية هي أساس كتابي وهذا الأساس الكتابي الله اختار بطريقته وبتدبيره الخاص ولادة يسوع المسيح في اكتمال الزمن رغم كل هذا حاول العديد أن يتهم المسيحية في كل أنواع الشتائم خلينا أقولها لأنه هذه كلها ضد المسيح البعض صار يتكلم عن ولادة المسيح العذراوي هي تشبه الأساطير اليونانية القديمة أو المصرية القديمة أو الهندوسية أو الهندية القديمة وهل فعلاً ريلي أنه أنه تشبه ولادة يسوع المسيح؟ ما هو فيه تسلسل فكري من بداية العهد القديم إلى العهد الجديد تصير بخط فكري عقلاني روحاني اللي بتثبت أنه الله حي موجود وأنه ساهر على كلمته ليجريها؟ وما الغرض أنك تتشبه ولادة المسيح بولادات الأساطير؟ هل فعلاً أنت قرأت الأساطير اليونانية؟ أو المصرية القديمة؟ أو الهندية وما شابه؟ طب اقرأ كل القصة وتكتشف أنها خرافات أساطير لا حول لها ولا أصل لها بل بالعكس يعني ضد المنطق وضد العقل والبعض الآخر والكثير من الناس تدعي أن المسيح مخلوق وليس مولود كما ينادي الكتاب المقدس وطبعاً هذه البدعة إما عن جهل لأنه لا يعلم أو عن لأم لأنه يريد أن يخبئ ديانته أو يتسطر بها ليثبت تفوق ديانته على يسوع المسيح ولكن الجواب اقرأ الكتاب المقدس وقارن يكفي أن أقول هذا وفكرة أن المسيح مخلوق يعني بكل بساطة يرفض رفضاً باتاً قاطعاً عقيدة الخلاص بحسب الكتاب المقدس والبعض الآخر أحبائي ينكر المعجزات يدعون لأنها مناقضة للنواميس الطبيعية الله خلق النموس أو يعني الطبيعية ولكن الله عنده نموس آخر فهو القادر على كل شيء وله السيادة والسلطان المطلق الكامل من يستطيع أن يسأل الله في هذا المدوع أو في طريقة تدخله في حياة البشر فالسؤال ما هي أهمية الميلاد العذراوي وكيف يعني ولده ولماذا ولد يسوع المسيح وما هي الاعتراضات على هذه الولادة الولادة من عذراء وهل توجد أدلة كافية تؤكد صحة الولادة ولادة يسوع من عذراء وهل توجد أدلة تاريخية تؤكد على هذا الحدث في هذه الحلقة أحبائي سوف أتحدث عن هذا المدوع ولكن في البداية يمكن أنت مسيّس وأنا بشوف من طريقة الفيسبوك والناس كيف بتتجاوب وأنك أنت بترمي كلمات بدون البحث بدون أنك تكون مخلص أو أمين في بعض الناس في حقد في داخلهم ضد يسوع وهذا ليس غريب فالمسيح قال أبغضوني بلا سبب أو ليس عجبا من بداية ولادة يسوع المسيح حتى يومنا هذا أن أكثر شخصية تقاوم هي شخصية يسوع المسيح وأكثر كتاب يقاوم هو الكتاب المقدس فالسؤال لماذا؟ هل يوجد في شخصية المسيح ما يخجل أو يحرج أو شيء أنك إت بتتمنى أنه ما فعلوش يسوع المسيح؟ مرة تانية اقرأ العهد الجديد ففعلا يحاربون يسوع المسيح لأنه متفوق متفوق جدا ولا يقارن بأي نبي ولا فيلسوف ولا حكيم أصلا عيب أنه أذكر هذا التعبير أنه نقارن المسيح بأي شخصية فإذن إنكار الولادة العذروية هي إنكار طريقة الله للخلاص إنكار ليسوع المسيح إنكار للمسيحية إنكار للكتاب المقدس وكل ما عدا لاحظ مرة تانية كل الناس عم بتهاجم شخصية يسوع مع إنه كامل وإنه لو الناس بتتبع تعليم يسوع في هذه الأيام لشفنا المعجزات وبنفس الوقت مرعوبون ويخافون إنه يتكلموا عن أي شخصية أخرى فاليوم الصفحات امتلأت من العنصرية والكرهية رغم أننا عايشين في القرن الواحد وعشرين ومع هذا الكرهية عم تزداد والعنصرية عم تزداد ولماذا؟ هو كل ما عليك ابحث فكر وادرس وقرأ الكتاب المقدس سأتحدث عن أهمية الميلاد العذراوي ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى اهلا احبائي اهلا ومرحبا بكم بتمنى لكم في هذا الشهر عيد ميلاد مجيد وسعيد وفترة حلوة مع العائلة في سفر التكوين نشوف اول تلميح للميلاد العذراوي وطبعا للخلاص بشكل عام في آية 15 مكتوب واضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يصحق رأسكي وأنت تصحقين عقبه السؤال من هو نسل المرأة ثم احبائي الكتاب المقدس ابتدأ يوضح هذا الموضوع في سفر اشعياء النبي اصحاح السبعة والآية 14 اسمحوا لي ان اقرأ هذه الآية مكتوب في اصحاح سبعة آية 14 ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هالعذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل العذراء طبعا الحديث كان للملك عم بقول له عمق الطلبة رفعه ولكن احاز الملك هو كان ملك شرير ما كانش ولكن لم يؤمن بقدرة الله فبقول له طيب انت ما طلبتش انا بعطيك الآية الله نفسه يعطيكم آية شو هي الآية هالعذراء تحبل وتلد ابنا لاحظ تلد ابنا ومكتوب يدعى اسمه عمانوئيل في العهد الجديد مكتوب تفسيره الله معنا الذي يولد من المطوبة القديسة مريم العذراء هو عمانوئيل الله معنا ألم يقل يسوع حيثما اجتمع اثنان او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسط مين ممكن يقول هذه الكلمات من يتجرأ ان يدعي بهذه الكلمات من يستطيع ان يقول وهانا معكم كل الايام الى انقضاء الظهر ومين اللي بتجرأ اقول كل اثنين اثنان باجتمعه في اسمي خايا الملايين الاجتماعات وكل هاي الاجتماعات يسوع حاضر في كل مكان وفي كل زمان العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عم نوئيل الذي تفسيره الله معنا حاول البعض يعترض على فكرة كلمة العذراء كلمة عذراء في اللغة العبرية هي علماء علماء يعني شابة صغيرة وهل يقول الكتاب انه رح تحبل شابة صغيرة طيب شو الهدف من هذه الكلمات بحاولوا ينكروا الولادة المعجزية في الكتاب المقدس فيه مش على الاقل اكثر يعني من ست مرات يذكر الكلمة علماء بصيغة المفرد في اللغة العبرية او علموت علموت في صيغة الجمع في اللغة العبرية وفي كل هذه المرات بتتكلم عن العذارة العذارة يعني الغير متزوجات 250 قبل الميلاد اجتمع اكثر من 70 علامي يهود محافظين حتى يترجموا الكتاب المقدس من اللغة العبرية الى اللغة اليونانية وعلى فكرة لما اختاروا كلمة علماء ترجموها في اليوناني بارثينوس بارثينوس بتعني كمان عذراء بس عذراء لم تتزوج يعني باتول فتخيل انت يعني كتابة الانجيل بعد صعود المسيح يعني بفترة بسيطة سواء انجيل مرقص والكتابات الاخرى خلينا نعطيها من وقت ترجمته ترجم السبعينية قبل الميلاد الى الانجيل بعد الميلاد مش اقل من 300 سنة خلينا اذكركم انه اللي بيبحث واللي بيفحص هذه الكلمات هم اليهود واليهود معروف عنهم في التشدد والتزمت بالنسبة للكتاب المقدس لكلمة الله يعني بهمهم جدا جدا فالترجم بتعني عذراء يعني باتول فهذه الآية موجودة في العهد القديم وطبعا ترجمت او تمت النبوة في العهد الجديد مرة تانية في شعيات تسعة مكتوب في آية اتنين الشعب السالك في الظلمة ابصر نورا عظيما الجالسون في ارض ظلال الموت اشرق عليهم نور كلمة النور بحسب العهد القديم هي واحدة من صفات المسيح فقط المسيح هو الذي يفتح العيون لانه دلالي للخلاص وتخيل ان يسوع المسيح قال انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة هو النور الحقيقي فاذا بيتكلم الشعب الجالس او السالك في الظلمة ابصر نورا عظيما الجالسون في ارض ظلال الموت اشرق عليهم نور بكمل في آية ستة لانه يولد لنا ولد ونعتبنا لاحظ الكلام وهذا طبعا اشعياء النبي يعني تنبأ اكثر من سبعمية وثلاثين سنة قبل الميلاد سبعمية يعني مش اقل من سبعمية سنة قبل الميلاد تتميم النبوات بحد ذاتها هي معجزة فمن فضلك ما ترميك كلمات على الكتاب المقدس ولا تزيد عليه ولا تحزف لانه بهاي الطريقة انت بتواجه دينونا شوف دقة التعبير دقة الكلمات بقول لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا يعني المسيح مولود مثل ما النبوة تمت في غلاطية اربعة آية اربعة ولكن لما جاء ملء الزمان ارسل الله كيف ارسل الله الذي نزل من السماء المسيح بيتكلم عنه نزلت من السماء ارسل الله ابنه هو الابن الازلي الابن الوحيد وهي الكلمات مهم جدا ودقتها من ناحية لهوتية فمجرد ترمي كلام برضو ما بيزبط لاحظ الذي يولد في بيت لحم لتتميم النبوة هو الابن الازلي مكتوب نعطى ابنا عطية الله شكرا لله على عطيته التي لا يعبر عنها لانه هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد فالكلام واضح في ولادي في بيت لحم ونعطى ابنا عطية السماء وبكمل وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا رح اشرح كمان شوية عن الكلمة مشيرا لاحظ الكلام الذي يولد في بيت لحم الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام بكمل في اي سبعة لنمو رياسته والسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الان وإلى الأبد برضو هذه سبعمائة سنة قبل الميلاد ولما ميخا نبت نبأ عن ولادة المسيح في بيت لحم وأما أنت يا بيت لحم لست الصغرى في أرض يهودة لأنه منك من بيت لحم يخرج مدبر يرعى شعب إسرائيل لاحظ اللي بيولد في بيت لحم الذي مخارجه منذ القديم منذ أيام الأذل نعم موجودة هذه الآيات في العهد القديم خليني أنتقل لكمان يعني آيات أخرى بس خليني بالأول أشارك الفكرة أن رفض الميلاد العذراوي هو رفض المخلص والخلاص ومن ثم رفض خطة وطريقة الله للخلاص من ثم هي رفض للمسيحية من أساسها ليه؟ كل الديانات بتتمحور حول شيء تعمل فراء التقوس نوميس إلى آخره المسيحية مبادرة إلهية الله اللي اختار الله اللي دبر قبل تأسيس العالم الفداء الذي أعد قبل تأسيس العالم بروح أزلي قدم نفسه في العبرانيين مكتوب في بطرس مكتوب افتديتم لا بأشياء تفنى بفضة أو ذهب لكن إيش؟ افتديتم بدم كريم كما من حمل بلا عيب ولا دنس دم المسيح معروفا سابقا قبل تأسيس العالم فإذا أنت بترفض المسيحية من أساسها ثم رفض الميلاد العذراوي هو رفض حقيقة التدخل فوق الطبيعي أنت عم يعني إلهك ضعيف إلهك مزاجي إلهك غير قادر إلهك أنت هقوى منه لأنك أنت اللي بتخطط له وبتحكي لهذا الإله شو يعمل أو كيف يعمل أو يختار الطريقة أو لا يختار فالميلاد العذراوي هو رفض حقيقة آية مهمة جدا حدث كلام الملاكة للمطوبة مريم العذراوي قال لها لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله وهذه الكلام كانت فعل على كلامه بقول هو ذا نسيبتك ألي صباط ألي صباط كانت ساكنة بعين كارم في جبال اليهودية بعيدة عن الناصر حوالي مئة وستين كيلو متر وكانت عاقر وكانت مسنة يعني كان عمرها فوق الستين وزوجها كمان كان عجوز كبير بالعمر ولكن لما ظهر الملاك في في قدس في القدس في هيكل أرشاليم لزكريا قال له سمعت طلبتك يعني الرب استجاب الطلبة وبيكمل بيحكي لمريم كعلامة لإلها بقول لأنه ليس شيء غير ممكن لدى الله فإذا أنت بدك يكون إلهك ضعيف وأنه غير قادر وغير يعني ما بقدرش يعمل معجزات أنت حر إله المسيحية هو الإله القادر على كل شيء هو الإله الذي يصنع المستحيل هو الإله الذي يتدخل في حياة الناس ثم هو إنكار للمعجزات لأنه أعظم معجزية يعني المسيح دخل للعالم بمعجزة حبل به بقوة الروح القدس في إنجيل متة وإنجيل لوقة طبعا في بدعة كثيرة في بداية المسيحية اللي حاولت تنكر الميلاد فمثلا الغنصية أنكرت الميلاد العذراء وليه؟ لأنه أنكرت إنه المسيح يتخذ جسد حقيقي جسد حقيقي فهن لا يؤمنوا إنه الجسد مادي والمادي شر ولكن فعلا المسيح ولد من عذراء بجسد حقيقي ثم عندك الأبيونية اللي هي نادت إنه المسيح مخلوق يعني مزبوط إنه المسيح كلمة الله ولكن كن فيكون يعني الله اللي خلق المسيح ولا يؤمنوا إنه المسيح هو الخالق هو الخالق فإذن أحبائي يعني الأبيونية نادت إنه المسيح مخلوق عندك التيارات الليبرالية حتى يومنا هذا أنكرت الميلاد العذراوي لأنها تنكر كل ما هو معجزي وطبعا إلى اليوم بحاولوا أن يجعلوا من يسوع مجرد إنسان مجرد نبي عظيم بإنكار الميلاد العذراوي من ثم ينكروا المعجزات لأن المعجزات يعني الله خلق نواميس طبيعية بس الله اللي خلق فهو عنده نموس آخر ممكن يخلقه وإنه ممكن يعمله فطبعا كل ما هو معجزي مرفوض بالنسبة لهذه التيارات الميلادية يحنى حارب البدع منها الغنصية قال كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله وهذا هو روح ضد المسيح يعني إذا لم تؤمن بالميلاد العذراوي أن المسيح اتخذ جسد في ملء الزمان أنه مولود غير مخلوق فإذا أنت رفضت الفكرة بحسب البشير يحنى وأنا يعني أقولها بك بصريح العبارة أنت ضد المسيح وهي الروح هي روح شيطانية روح شريرة اللي بترفض مجيء المسيح في الجسد من ثم ترفض الخلاص الكامل من خلال يسوع المسيح بعدين إذا أنكرنا الميلاد العذراوي ليسوع كيف يمكننا أن نصدق كافة الأمور في الكتاب المقدس ثم السؤال الثاني ما هو معيار القبور يعني إيه اللي بديقن عك عشان تقبل فإذا أنت رافض حترفض نو ماتر وات بغض النظر ليه؟ إذا أنت بتتبع مبدأ أو دين أو طايفي ومش عاوز تبحث عن حق فإنت راح تحارب بكل إمكانياتك طريق الله وهذا ليس غريب على المسيحية من بداية المسيحية مثل ما ذكرت أنه في حرب شرسة شيطانية ضد هوية يسوع المسيح ثم يعني ما هو معيار القبول إذا بدكش تصدق إيه اللي ممكن أنت تصدق من لا يؤمن بالميلاد العذرة ولا يقدر أن يؤمن أن يسوع هو ابن الله الحقيقي من ثم تنكر أن يسوع هو الله الظاهر في الجسد من ثم تنكر المعجزات أو تنسب المعجزات لأله لكن خارج عن إرادة يسوع ولكن عندما تقرأ العهد الجديد بتشوف الأمر بيختلف كليا فما تفرتكها ولا تحاول تتحايل بالكلام مثل ما منسمع على صفحات السوشال ميديا فالكتاب واضح نشوف مثلا يسوع له سلطان على الموت أقام الموت بل يعني أقام نفسه أقام نفسه من الأموات من يستطيع أن يفعل هذا سلطانه على الرياح وعلى الأمواج ما هو اللي خالق الطبيعة سلطان على الشياطين الكائنات الروحية سلطان على الطبيعة يستطيع أن يهدئ العواصف لدرجة استغروا من هو هذا فإن الريح أيضا تطيعه بيتساءلوا كانوا عن هذا السلطان ثم ماذا عن اكثار وإشباع الآلاف أن يمشي على الماء يعني قانون الجاذبية تحويل الماء إلى نبيذ يعني العناصر الماء لا لونة له ولا طعم ولا رائحة لما عمل المبيذ صار إلو لون صار إلو طعم صار إلو رائحة مين اللي عنده القدرة أن يقوم على هذا الشيء فمحتاج شوية إخلاص وأمانة أنك تفكر في الموضوع بشكل جدي فإذن ليه الميلاد العذراوي؟ لأنه مثل ما ذكرت أول شيء إذا مننكر الميلاد العذراوي فإذن نحن ننكر كل الإعجاز في الكتاب المقدس نمرة أثنين الميلاد العذراوي ضروري جدا لفهم أهم حقيقتين حقيقة وهوية من هو يسوع فالميلاد العذراوي خلينا نروح للحقيقة الأولى أنه مولود من امرأة أي أن المسيح هو إنسان كامل بلا خطية لكي يفدينا ويبررنا ويمثلنا أمام الله وهذا التبرير فيك تقرأ عنه في رسالة روميا لصاح الخامس عبرانيين أربعة فإذن المسيح مولود من امرأة كإنسان كامل بلا خطية لكي يفدينا ويبررنا وفي نفس الوقت يمثلنا أمام الله فهو الفادي فداؤه وكفارته هي كافية وضررية لكل الجنس البشري ومن ناحية أخرى لأنه إنسان كامل يستطيع أن يمثلك أمام الله استطاع أن يوفي ويرد الله يوفي المطالب العدالة الإلهية فالله قال أجرة الخطية هي موت فإذن نحن تحت عقاب الموت ولكن مجيء المسيح الكامل مولود من عذراء لم يحمل الطبيعة الخطاءة استطاع أن يفدينا ويبررنا ويمثلنا أمام الله مش بس الحقيقة الأولى هي حقيقة إنسانية المسيح أنه إنسان كامل الحقيقة الثانية هو أنه الميلاد العذراوي تعلن لنا ألهية الرب يسوع المسيح إذا رفضنا الميلاد العذراوي هو رفض بكل صراحة وإنكار ألهية المسيح وقدرته على أن يخلصنا خلي بالا أنه الخلاص هو عمل إلهي كامل لا دخل للإنسان فيه حاول إنسان ولكن عجز وفشل آدم فشل يعني حتى في فترة ما قبل النموس نموس لأنفسهم بدل من أنه يعبدوا الخالق عبدوا المخلوق ثم جاء النموس النموس عم بقول بيوري أنه إحنا خطاء وأنه فيش إنسان كامل وبنفس الوقت النموس لا يخلص ولكن النموس يوجهنا إلى شخص يسوع المسيح الكامل هو المخلص هو المخلص مشان هيك واحد من أسماء المسيح المخلص هي اسم يهوى في العهد القديم فإذاً بتشوف ألهية المسيح وقدرته أن يخلصنا شيء ثالث الميلاد العذراوي هو بصراحة هو الحل المعدلة هو الحل مشكلة الخطيئة نعم حقيقة كون يسوع معصوم من الخطأ فالمخلص أو الذبيحة ينبغي أن تكون كاملة وبلا عيب المسيح منزه عن كل خطية هو قدوس بار طاهر مكتوب عنه لم يعرف خطية لم يفعل خطية وهذه كل آيات ليس فيه خطية ولد وعاش بدون خطية لأجل خلاصنا فهو النور الحقيقي لا ظلم البت فيه نور لا يدن منه وهو الذي قال من منكم يبكتني على خطية تظهر ألهية يسوع المسيح شيء آخر عقيدة وحقيقة الميلاد العذراوي تقودنا إلى حقيقة خلاصنا بالنعمة النعمة هي عطية مجانية لا نستحق بالنعمة وحدها لأن الخلاص هو مبادرة إلهية الله اللي بادر في موضوع الخلاص الآب هو صاحب القرار زي ما قلت إن الإنسان ما عندهش أي دخل في موضوع الخلاص ثم الخلاص أحبائي هو من خلال ابنه المتجسد بعمل الروح القدس لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح حتى أن العذراء مريم هي أقرت بنفسها أنها أداة مختارة في عمل الله الفدائي تعرف مكتوب فقالت مريم هو ذا أنا آمة الرب ليكن لي كقولك فإذن هذا الخلاص يعني ولد يسوع المسيح مش عشان يكون سوبر مان والنبي عظيم ولد المسيح الغرض من الولادي هو أن يموت على الصليب ويقوم من الأموات لو لم يقم المسيح من الأموات فكل إيمان المسيحية باطلة لأن كل المسيحية تتمحور حول عقيدة القيامة المسيح مات على الصليب ولكن وقام وهو حي إلى أبد الأبدين وهو الشفيع وهو يتواصل ويتفاعل معنا من خلال الروح القدس ولد يسوع لأنه حمل عنا عقوبة خطيانا بعد ما أكمل بعد ما تمم النموس عنا عشان نخلص من خلال الإيمان وحده في روميا إصحاح ثلاثة متبررين مجانا بنعمته الذي بالفداء بيسوع المسيح روميا خمس واحد فإذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح كورنتس الأولى خمس واحد وعشرين وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله في المسيح يسوع طبعا ربنا هذه الحقيقة أحبائي ليست كبرياء بل على النقيد إن الله أخذ زمام المبادرة لو قلنا أن المسيح إنسانا وجعل نفسه إلها لقلنا هذا كفر ولكن كون إن الله اختار أن يتخذ جسد من أجل خلاصنا وهل يعصر على الله شيء طب الله لما كلم موسى كلم موسى من وين مش كلم من النار ش معنى إنه يتكلم من النار ولكن لا نستسيغ إنه الله يغلف اللهوط بجسد يعني لا يخطئ وفي نفس الوقت هو الله الذي يدير كل الكون وهل يعصر على الله شيء طبعا حاشا هذا بقودنا إلى الشكر والعرفان ويعني والجميل إنه أنا أشكر الله كل حياتي كل الأبدية إنه الله اختار هذه الطريقة من أجل خلاصة الولادة العذروية هي في غاية الأهمية تعرف أحبائي في إنجيل متى صحاح الأول مكتوب آية أولى كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن إبراهيم فبيتكلم عن السلسلة الملكية وبيوصل إلى آية 16 كله عزية ولده يثام يثام ولده أحاز إلى خيره لما بيصل عند يعقوب ولد يوسف رجل مريم لاحظ الكلام تغير التون التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح خلي بالك إن اليهود بحافظه على سلسلة أنساب والكلام هون كلام متى البشير لأنه بيكلم اليهود عن مجيء الملك المخلص المسيح الفادي فهم بقولهن أنه فعلا بحسب النبوات أنه ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح في آية في آية 18 بقول أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا كانت مريم مخطوبة ولكن يوسف أراد تخليتها لما عرف بالأمر لكن الملاك ظهر ليوسف قاله لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك لأن الذي حبل به فيها هو من الروح القدس فستلد ابنه وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطياهم وهذا كل لكي يتم ما قيل من الرب النبي القائل هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عم نئيل الذي تفسيره الله معنا اسماء المسيح المخلص الرب عم نئيل ويسوع يعني المخلص وهكذا كلياتها اسماء صحيحة اللي بتتكلم عن هوية يسوع المسيح انتقل الى انجيل لوقة الملاك جبرايل جاء الى الناصرة الى القديسة مريم العذراء قال لها الرب معك مباركة انت في النساء فلما رأته اضطربت من كلامه وفكرت ما عسى ان تكون هذه تحية فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لانك قد وجدت نعمة عند الله وهأنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى ويعطيه الرب الاله كرسي داود النبوة اللي قرأناها بشعياء ابي ويملك على بيت يعقوب الى الابد ولا يكون لملكه نهاية فقالت مريم للملاك كيف سؤال منطقي كيف يكون هذا وانا لست اعرف رجلا فاذا كلام مريم بدل ان الولادة عذروية كلام الملاك لا يوسف بدل ان الولادة كانت ولادة من عذراء وهذه الشهادة طبعا صريحة واضحة سألت اجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك لاحظ الكلمات وقوة العلي تظللك فلذلك ايضا مش القديس مكتوب القدوس لاحظ الكلام يعني بدقة المولود منك يعني بيتمشى مع اشعية تسعة ست اللي قرأتها بالنبوة القدوس هذه صفة الله المولود منك يدعى ابن الله فهي بنوة روحية لانه المسيح هو الابن الازلي الابن الوحيد لانه ليس شيء غير ممكن لدى الله فمنشوف في انجيل متى في انجيل لوقة وجدت حبلة من الروح القدس سألت كيف يكون هذا الملاك شجع يوسف انه ياخد مريم وهذا دليل يعني بيتمشى مع رسالة بولوس هل على صفحة السوشال ميديا ومن رد على الجواب برجع تاني يوم نفس الشخص بيكتب نفس الشيء من الآخر لوين بدك تصل كان بقول لي لم يلد ولم يولد مين قالك اي مسيح في العالم انه اي مسيحي بقامن انه الله يلد ويولد اي بالتناسل الجسد الطبيعي اصلا عيب نذكرها سامحني يعني وبعتذر لأحباء المسلمين بس بالنسبة للمسيحي هذا يعتبر تجديف على الله وانه اقول انه الله ما عندهش صاحبة مين اللي قال هذا الكلام هل قرأته في الكتاب المقدس انه الله عنده صاحبة فاذا الكلام مش لئلنا يمكن طايفة نصرانية طايفة تانية مع كل احترام ولكن المسيح مولود غير مخلوق هذا طبعا ما نؤمن به كمسيحيين يعني مريم كانت اناء مختار من الله الله اصطفاها الله اختارها فهو الله ويحمل طبيعة غير خاطئة انا بتكلم عن ولادة يسوع وابدية مكتوب في البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس والنور يضيء في الظلمة والظلمة لم تدركه والكلمة صار جسدا وحلا بيننا ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوء نعمة وحق يقول رسول بولوس عظيم هو سر التقوى هو ظهر او الله ظهر في الجسد فيه اوضح من هيك في الرسالة للعبرانيين بقول يعني بشكل واضح فإذ قد تشارك الاولاد في اللحم والدم اشتركه ايضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت اي ابليس ويعطق اولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية اشترك في جسم بشريتنا معدى الخطية لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت حتى يعطق يحررنا ونكون ابناء للرب فإذن المسيح لم يحمل الطبيعة الخطاءة المسيح لم يتورث الطبيعة الخطأ بحب اقرأ في روميا اسحاح خمسة خليني اقرأ روميا خمسة اتنعش مكتوب من اجل ذلك كأنما بانسان واحد دخلت الخطية الى العالم وبالخطية الموت وهكذا اجتاز الموت الى جميع الناس اذ اخطأ الجميع يعني لما اخطأ ادم احنا اخطأنا في ادم لانه ادم الاول هو الرئيس هو الممثل الجنس البشري اللي تورث الطبيعة الخطاءة بنفس الاسحاح مكتوب لانه ان كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالاولة كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يسوع المسيح في آية 19 لانه كما بمعصية الانسان الواحد جعل الكثيرون خطأ هكذا ايضا باطاعة الواحد سيجعل الكثيرون ابررا في ادم الثاني او الادم الاخير اللي هو يسوع بلا خطية ادم سقط جاء المسيح ليسترد الصورة المشوهة ولكي نكون خليقة جديدة على شبه وصورة الله الادبية الروحية طبعا الولادة من عذراء ضرورية لانه حالة دون نقل الطبيعة الخاطئة للابن يسوع وبنفس الوقت سمحت للإله الابدي ان يصبح انسانا كاملا يعني بعيدهم مرة تانية ميلاد المسيح من عذراء يؤكد حقيقة الهية المسيح القدوس هاي الكلمات استخدمت في ميلاد المسيح ابن الله عمانوئيل اي الله معنا الرب النور الحقيقي وكلمات اخرى نمرة اثنين يؤكد انسانية المسيح انه انسان كامل شابهنا في كل شيء ما عدا الخطيئة شيء تالت تؤكد خلو المسيح من اي خطيئة يعني اجتاز الموت في ادم واخطأ الجميع فكان لازم يجي ادم الثاني بلا خطيئة وهو الذي قال من منكم يبكتني على خطيئة استطاع ان يحمل خطايا العالم وينوب عنهم شيء اخر الميلاد من عذرة اكد صدق ووحي كلمة الله قرئنا من شعية سبعة اربعطاعش قرئنا من شعية تسعة ستة وقلنا الكلمة علماء ترجمت الى بارتنوس يعني بتول وانه مش ظهورات مثل العهد القديم ظهورات الرب في العهد القديم ولكن شيء المولود من العذراء هو الله معنا حقيقة لاحظ الكلام يدعى اسمه عجيبا من زمان يعني بيقول الكتاب في العهد القديم لماذا تسأل في سفر القضاء اسحاح 13 لأبو شمشون منوح لماذا تسأل عن اسمي وهو عجيب في آية جميلة جدا في في سفر الامثال اسحاح 30 ويريد تقرأ كل اسحاح 30 في آية 4 و 5 بيقول من صاعد إلى السماوات ونزل بعدين بيكمل يعني زي كأنه صورة في التعبير كأنه حزرية أو أحجية يعني كأنه بيمتحن بيفحص الإنسان عم بيقول له طيب ما اسمه وما اسم ابنه أمثال اسحاح 30 آية 4 و 5 ألم يقل الرب يسوع في يحن اسحاح 3 آية 13 وليس أحد صعد إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء أتنكر لهوت المسيح الشعياء في اسحاح 53 بيقول من صدق خبرنا الله ظهر في الجسل تعرفوا قانون الإيمان المسيح اللي بيجرى على كل الطوايف المسيحية بغض النظر الاختلافات بقول هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء تأنس في كورونتر 6 5 19 في يعني التلميح لهذا الشيء الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه يعني المسيح دخل العالم بطريقة غير عادية يعني خلينا أسألك لو أراد الله أن يأتي لنا كيف أنت كيف تريد أن يأتي إلينا كيف عاوز الله يجي على فكرة مش بس في أدلة تاريخية وهي الأدلة التاريخية مبنية على حقائق مثلا ولادة المسيح إقرأ لوق أول ثلاث إصحاحات شوف الكم الهائل من المعلومات التاريخية أنه ولد في أيام أغسطس قيصر وقيصر فعلا سن قانون بإحصاء كل المسكونة واضطر يوسف ومريم يترك الناصر ويروحوا لبلدهم بيت لحم مدينة دقود ولد المسيح في أيام هيرودس الكبير الملك هيرودس في أيام الوالي والي سوريا كيرينيوس كلها يقدل تاريخية مبنية على حقائق في أيام زكريا الكاهن من فرقة أبيا يعني في سفر الأخبار كان فيه 24 فرقة هذه الفرقة التامنة وعلى الأقل مرة أو اثنين كل يعني فرقة لها أسبوع اللي بتفوت حتى تنظف في منطقة القدس يعني المبخرة مذبح البخور ولاحظ أنه بيذكر بالتفصيل أنه من فرقة أبيا حقائق تاريخية وهكذا أحبائي يعني ممكن نستدل أيضا بتاريخ آخر مثل يوسيفوس إلى خير بس يعني بكتفي أن هذه الأسماء هي موجودة في السجلات التاريخية على فكرة الميلاد العذراوي صحيح لأنه بيتمشى مع طبيعة المسيح ورسالة يسوع المسيح يعني المسيح مش مخادع ولا كاذب بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء أنه بار لم يعرف خطية يكفي أن نقول كمال المسيح هو أعظم دليل على الميلاد العذراوي كمخلص العالم فإذن الميلاد العذراوي لما نتكلم عن الميلاد العذراوي يتمشى هو صحيح لأنه بيتمشى مع طبيعة يسوع المسيح ماذا لو قلنا أنه الميلاد العذراوي لتتميم النبوات يعني فيه تمن نبوات عن ولادة يسوع يمكن ذكرتها الأسبوع الماضي فيك ترجع للحلقة ماذا عن شهود العيان الكثيرون ماذا عن حياة المسيح الكاملة ماذا عن الأدلة الكتابية ماذا عن الحقائق التاريخية حول الميلاد أنه فعلا حقيقة أنه ولد وعاش بين الناس والناس شافت معجزاته سمعت تصريحاته بخلاف الأساطير يعني ما قلش شيء ما فعله شيء يسوع المسيح أنا هو نور العالم فتح العيون أنا هو القيام أقام الموت أنا هو خبز الحياة أشبع الألاف مش مجرد كلام يعني حتى الكتاب بقول أنه الكتاب مش مبني على كلام بس مجرد كلام لكن على أدلة على برهان الروح القدس والقوة الناس شافت لما تساءلوا أنه كيف يغفر خطايا إلا الله غفر وشفه وأكد قبل العبادة قبل السجود وهكذا أمور كثيرة أحبائي اللي بتحقق على اللي بتأكد هذا الميلاد العذراوي حقيقة وجود المسيح السابق للتجسد هو الذي قال قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن واقتبست يحنى واحد وفليب اتنين مكتوب الذي إذ كان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه آخذا سورة عبد صائرا في شبه الناس وإذ وجد في الهيئة كإنسان وضع نفسه وأطاع حتى الموت موت الصليب لذلك رفعه الله وعطاه اسما فوق كل اسم لكي تجث باسم يسوع كل ركبة ممن في السماء ومن على الأرض ومن تحت الأرض ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو رب لمجد الله الآب اسمع ما يقول الرسول بولوس في كلوس الإصحاح الأول الذي هو سورة الله غير المنظور فإنه فيه أي في المسيح خلق الكل من في السموات وما على الأرض ما يرى وما لا يرى سواء كان عروش أم سيادات أم رياسات أم سلطين الكل به وله قد خلق الذي هو قبل كل شيء لاحظ كيف بكمل إيش وفيه يقوم الكل كل الدنيا والكواكب الكون متماسك بالكلمة بيسوع المسيح الابن الأزلي لم يأتي مخلوقا بل مولودا الطبيعة المعصومة عن الخطية ميلاد المسيح حقيقة ضرورية لكي يكون الذبيحة الحقيقية الكاملة بلا عيب فهو حمل الله الذي يرفع خطية العالم في عبرانيين تسعة مكتوب فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب ليبطل الخطية بذبيحة نفسه طب ليه السؤال شو الهدف هون المعضلة كل هداكة حتى الإعجاز يعني مقبول بالإيمان ولكن الشيء الأصعب محبة الله اللامتناهية طبيعة الله المحبة كيف نفهم هاي المحبة مش راح نفهمها على الأرض بس بالسماء نفهم ليه الله قبل الأزل عنده هاي الفكرة بسبب محبته لكل الجنس البشري على فكرة لو انت أردت تتكلم عن أساطير يونانية مصرية أصلا بالعهد القديم الرب نفسه قدوس الله لا يطيق عبادات الأمم ولا أوثانهم فيعقل الله بيختار طريقة أوثانية حاشة الكتاب المقدس مثل ما ذكرت له تسلسل فكري من خلفية يهودية محافظة يوجد نموس إلهي فهو واضع النموس الطبيعي دليل أحبائي أن المسيح هو كلمة الله مرقص بقول بدء إنجيل يسوع المسيح ابن الله لما حاولوا يعيروا يسوع حتى اليوم أليس هذا هو ابن النجار ابن مريم شل اليوم بعدين بقولوا ابن مريم بدهنش يقولوا ابن الله طبعا هذه الآية قيلت للإهاني حتى الدل إنهم أو تنكر ولادة يسوع من عذراء هذا شيء بسيط أحبائي اللي بتدل على الميلاد العذراء طلب من المسيح ولد من عذراء لخلاصك شو رايك تختار في هاي اللحظات تقول له يا رب خلصني ارحم يا رب أنا بتوب أمامك أنا بتوجك مخلص ورب على حياتي على فكرة إذا أنت صليت هاي الكلمات ابعت هيك بالفيسبوك رسالة يقول أنا قبلت المسيح إذا محتاج مساعد روحية بكل صرور كل عام أنتوا بخير والرب يبارككم